انت قال الناجل بكوركل ايه? والدالبو رعي والخنجر وفي الفيسبوك وهؤلاء تكفيرين وهؤلاء يا حكومة الحقينة وكذا ايه? لانه انشغل يمشى التمام. ودي اقوى دعوة. لانه دي دعوة الله مش نحنا. نحنا ضعاف. حيثة? وفقراء. ربنا قال انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. دي لانها دعوة الله. حتى كده وبتتحارب. شيخ اللي مين الصعلوق داك? مش قال داري حرب هالدعوة دي? وين واسع? وين محلو? تعرفوا? كسروا الزاوية بتعته بالبوكلي. كوف كسروا له. وصادروا امواله مليارات في الامارات. وطردوا من السودان. طبش? ماشا قاعد مع الكفار. بنات لبسات ارضية قال بيذكروا الله معاو. يعلينا نحنا? طبش ماشا. الازارك. حسين خوجة لداك? زول العجيب ذاك. بكل ما تحملوا الكلمة من معنى. جابوا في غنات وغناتهم درمان. قال يضيع عليه بس الدين ده. وذاك شغال. قال لهم يا اخي الله ما في السماء. قال لهم الله لا فوق. لا تحت. لا يمين. لا شمال. لا جو العالم لا بر العالم. معناته ما فيه. انكر وجود الله سبحانه وتعالى. وقال لو قلت لي الله في السماء. قال الله قال اذا السماء انشقت لما انت انشك الله بتلب. الحمد الله ربنا سبحان وتعالى انتغى منه. وطبش خلى البلد نهاي. بفضل الله سبحانه وتعالى. خروج بدون عودة. وان جيد بتلقانا ان شاء الله قاعدين لك هنا ده. نرد مكانة تمشي بلد تانية. فدي اقوى دعوة الليلة. كل الناس بيسترخ. كلهم بيسترخوا. حتى الخنجر ودي القصة اللي ماتي حايمة. الخنجر طلب مني مناظرة. قال دار مزمل وان يحشر الناس وضحى. دورنا طوال العربية بتاعت اخونا دي بر كبّنها الجهاز بمتين جنة. ماشينا قلنا القيطاني اللي جنا طفش. قالوا طفش بالليل. معرفة ساعة اثنين صباحا اطناشر بالليل. طفش بالليل. حتى ناس الحلة لقد انه قاعد ما قال انه طفش. دي دعوة قوية جدا. ما احنا زاتنا لو يلتلك لكنا بدأ طفش. دعوة قوية بفضل الله. ومن المنبر دا بنتحداؤهم شتات الناس الزعلانين. والجرائد اللي بتكتب. وقعد تقول ان احنا تكفرين. ودي الناس منابغين وكذابين ومجرمين. ودجالين. عارفين انه نحنا القعدين نحارب لهم التكفرين. دي معلومة عارفينها كويس. وعارفين لما داعش كانت منتشرة ومشهورة. والشباب يمشوا من وين ومن جامعة وين? يسافروا من هنا دا? يمشوا لداعش في ليبيا. وسوريا وين وين? قلنا الاحزاب خايفة تتكلم عن داعش. حتى واحد من دكاتر انصار السنة الكبار سألوه عن داعش في كسلة. قالوا له السؤال في المحاضرة. قال الموضوع دخلوا يجمع عليكم الله. كان فسألوا ورقة وقعد. فعرفوا انه لما الجماعات دي كلها خافت من الكلام في داعش وضلالة وبدعتها وانحراف على الاسلام الصحيح ما في ناس الصد لهذا المنهج الخارجي الباطل الا هؤلاء الاخوان السلفيين في قاعة الصداغة في القاعة الرئاسية. دورش ناس داعش وجغموا بفضل الله عز وجل. الليلة بعض الجرائي في محاولة تافية داري طلعون تكفيريين. عرفتوا كلامي? في فرق بين ان نقول الكلام بتاع الصوفية دو كفر. وان الدعاة الفلاني من الصوفية يدعو الناس الى الشرك. وفي فرق بين انه نقول فلان ابن فلان ابن فلان كافر ولا مشرك. في فرق بين الموضوع ده والموضوع ده. لكن دي الناس ما بيفهموا وما دارين يفهموا. ما بيفهموا وما دارين يفهموا. لما نقول دعاء غير الله شرك والبدع غير الله كافر من الكافرين ده كلام عام. ما معناته محمد والدحمد كافر. في فرق بين تكفير المعين. والمعين ده معناه الشخص. ده فلان ده. وفي فرق بين التكفير باطلاق الحكم على العمل. والحكم على العامل. اشى كده ربنا سبحان وتعالى قال البي يدعو غير الله كافر في آيات كثيرة. الآية الزكرناه ومن اضل ممن يدعو من دون الله. الآية دي معناه يدعو غير الله مش كافر. اكعب من باقي الكفار ذاته. وين? الله قاله ومن اضل ممن يدعو من دون الله. ومن اضل ده استفهام انكاري. العلامة العسيمين رحمه الله قال استفهام الانكاري يفيد الاثبات اقوى من مجرد النفي المحط. يعني لو ربنا قال لا اضل ممن يدعو من دون الله قوية. لكن اقوى منها ربنا يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله. يعني ما حتجد. ولن تلقى احد اضل من الزول البدعو دون الله. الزول البدعو غير الله. وبدعو الاولياء وبدعو الصالحين. وبدعو الموتى. الله قال ما حتجد احد اضل من ده. ده معناه الآية كده. طيب الزول البيسجد للصنم. لكن ما دعا غير الله. كافر ولا ما كافر. كافر. الله قال لك البدعو غير الله اكفر من ذاك ذات. لانه قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله. لن تجد احدا ده معنا الآية كده. احدا اضل من الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ده دليل رغم واحد. دليل رغم اتنين. ربنا قالوا ومن يدعو مع الله الها اخر. الله قال البيدعو غير الله. اتخذ اله اخر مع الله. والبي اتخذ اله اخر مع الله ذا مشرك ولا ما مشرك? مشرك. ربنا ختم ليك لآية يوريك انه كافر بالجد. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح منوذين? الكافرون. الله قال البدعو غير الله كافر من الكافرين. نوضوع كده انتهى. لا محتاج للجوطة التعصفية ولا سمنارات ولا مؤتمرات بتاعة اخوان مسلمين بتاعة لملم الشغلة ما في كلام زي ده. البدعو غير الله كافر تحكم عام. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.